اشتركوا في القناة الى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس شيبو ليفيربول يحتاج لامرابط ولكنت مكان كلوب لفعلت الشرط الجزائي وتعاقدت معها اعتبر الدولي المغربي السابق يوسف شيبو ان ليفيربول بات بحاجة مستة الى التعاقد مع الدولي المغربي صفيا امرابط من فييرونتين الايطالية معتبرا اياها الحل الوحيد لمشاكل الفريق بوسط الميدان وقال الشيبو في تحليله لمواجهة ليفيربول وبورنموت على قنوات بانسبورت ليفيربول يحتاج الى امرابط لو كنتم مكان كلوب لدهبت يوم الاثنين الى فييرونتين لتفعيل الشرط الجزائي والتعاقد مع اللاعب وتابع امرابط هو الحل الوحيد المتاح لليفيربول بالنظر الى الاختيارات الموجودة حاليا في سوق الانتقالات الصيفية يذكر ان التقرر اعلامي هولندي قد اكدت قبل ايام اقتراب التواصل ليفيربول الاتفاق يقضي بانتقال متوسط ميدان المنتخب المغربي الى الريدس قبيل انتهاء المركات الحالي مدربو غالط السراي يفاجئ حكيم زياش بهذا التصرح عليها رحب اوكامبوروك مدربو غالط السراي بقدم الدولة المغربي حكيم زياش لصفوف النادي التركي مؤكدا انها صفقة ستحسن من جودة مجموعتها وستزيد من تنافسيتها وقال بوروك في تصريحات نقلة وسائل الاعلام التركية اريد ان ارحب بزياش تحدثنا في غرفة خلع الملابس بعد المباراة قلت له انه كان محدودا فقد حظي بالتقديم رائع ومختلف واختتم لدينا بالفعل فريق جيد لدينا لاعب جيد وقدم الزياش سيحسن المجموعة ويزيد من التنافسية وحضي حاكم زياش باستقبال خرافي ومختلف حين ظهر وسط مدرجات الالتراس الخاصة بالنادي مفاجئا بذلك زملائه الجدد الذين انبهروا من طريقة التقديم الدولي المغربي وانتقل الزياش الى الصوف في غلط السراي على سبيل الاعارة مع حقية الشراء بشكل مجاني عقب رحلة مع تشيسي عرفت مدا وجزرا كبيرا وشهد تتوجه بدور عطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي الرقراجي يتمسك بضم نجم المنتخب الأولمبي ويوجه ضربة قوية لعصم الشرعي يواجه المنتخب المغربي الاول منتخب ليبيريا يوم التاسع من شتنبر المقبل على ملعب اقادير في اطار الجولة الاخير من تصفيات بطولة كأس امم افريقيا التي ستقام مطلع السنة المقبلة في الساحل العج كما يواجه في الثاني عشر من ذات الشهر وديا منتخب بورك نفاسو في مدينة لانسا الفرنسية وافد مصدر مقرب من المدير الفني للمنتخب المغربي ولدريقراكي بان الاخير مؤتمسك بضم نجم نادي بارشلون عبدالصمد الزلزول الى الصفوف المنتخب المغربي الاول وعدم تركه ينضم لصفوف المنتخب الأولمبي الذي سيواجه منتخب البرازيل الأولمبي في مبارتين وديتين في السابع والحادي عشر من الشهر المقبل بملعب مدينة فاس وفي الوقت الذي كان المدير الفني للمنتخب المغربي تحت 23 سنة عصام الشرعية قد استفاد من خدمات الزلزول بترخيص من الرجراجي خلال استضافة المغرب أخير لنهائية بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين الأولمبيين فإن مدرب منتخب المغرب الأول عاد ليظهر تشبته بلاعب البلوغرانا حتى يحضر في المعسكر التدريبي لمنتخب بلادها الذي سينطلق من داخل مركز محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل بمدينة أغادير على أن ينتهي في فرنسا وسيكون ربان المنتخب المغربي الأولمبي عصام الشرعي مطالبا بإيجاد بديل الزلزولي أثناء مواجهته لمنتخب البرازيل بعدما أراد رجراجل اعتماد على جميع ركائز المنتخب المغربي الأول في المعسكر التدريبي المقبل لا سيما وأنه يريد متابعة المرضود الفني والبدني لمعظم اللاعبين المغرب المحترفين بالخارج استعداد لمنافسات الكان المقبل مدرب الطائي هدف حمد الله في شباكنا يشبه هدف ليفيربول أمام برشلونة شبه كرواتي كريزمان ريزيتش مدرب فريق الطائي السعودي هدف الدولي المغربي عبد رزاق حمد الله في شباك فريقه بهدف سابق لليفيربول أمام برشلونة الإسباني في دور إبطال أوروبا وأوضح ربان الفريق السعودي خلال ندوة صعفية بعد هزيمة الطائي أمام الاتحاد بتنائية نظيفة نامس السبت في دور روشن أن حمد الله هو هجوم الاتحاد صنع الفريق وشدد المدرب الكرواتي على أن هجوم الاتحاد بقيادة كريم بنزيمة وعبد رزاق حمد الله قوي مبرزا أن التركيز خان دفاع الطائي أمام الاتحاد وحقق الاتحاد حامل اللقب فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصده إلى 6 نقاط ويتقاسم الصدار مع الأهلية في الوقت الذي توقف فيه رصد الطائي عند 3 نقاط في المركز العشر تجدر الإشارة إلى أن الدولي المغربي عبد رزاق حمد الله رفع رصده من الأهداف خلال الموسم الجديد من دور روشنة السعودية إلى هدفين إشبيليا يختار هذا الحارس لتعويض بونو اقترب فريق إشبيليا الأسباني من التعاقد مع الحارس النرويجي أوريا نيلاندا من أجل تعويض الحارس الدولي المغربي ياسم بونو المنطقي الحديثا إلى الهلال السعودية وأكدت وكالة الأنباء الأسباني أنه يتوقع وصول الحارس النرويجي أوريا نيلاندا الذي يعد لعبا حرا منذ انتهاء عقده مع ليبسيتش الألماني في يونيو الماضي لتوقيع عقد لمدة موسمين مع إشبيليا للتعويض رحيل المغربي ياسم بونو وأضفت بالكاد شارك صاحب الاثنين والثلاثين عاما خلال ثلاث مبارئة رسمية في الموسم الماضي مع الفريق الألماني والذي كان قد انضم إليه بعد مسيرة طويلة بدأت مع فريق الهودا نيرويجي ومنها إلى فريق مولدو ومن تم إلى إنجلوشتاة سفر أربعة الألمانية والذي قد معه ثلاث موسم وتبعت بعد تجربته الأولى في الدور الألماني انتقل نيلاند إلى أسطنفيل الإنجليزي والذي شارك معه باستمرارية فقط في 2018-2019 في دورة شامبيونشيب قبل أن تتم إعاراته إلى كل من بورموت ونوريش سيتي وريدينغ بدور الدرجة الثانية وأوضحت من المتوقع أن يحضى نيلاند الذي انضم بديل لبونو الذي رحل إلى نادي الهيلة السعودية بدور البديل في مركز حراسة المرمى الذي يتواجد به حاليا السيربي ماركو ديموتروفيتش يذكر أن النجمة الدولية المغربية سيمبونو قد انتقل إلى الهيلة السعودية الصيف الجارية في صفقة قدرت بنحو 21 مليون يورو وذلك بعد أربع سنوات قضاها مع الفريق الأندلس في إشبيليا توج فيها مع الفريق بلقبين في الدورة الأوروبية ترجمة نانسي قنقر